مساء الخير، يمكن دايماً لما بنتكلم عن أصحاب القدرات الخاصة في الإعلام أو السوشال ميديا بنركز على إيه؟ على نجحتهم والأبطال منهم بس يا ترى، الأبطال دول سواء بقى كانوا أبطال في الرياضة أو متفوقين أو موهوبين أو أصحاب ظروف خاصة وزاوي الهمم بيعملوا إيه لما يحبوا؟ ممكن ظروفهم الخاصة دي تكون سبب في مشاكل عاطفية عندهم؟ ده السؤال اللي عطي أفكر فيه كتير قوي من ساعة ما قريت رسالة أحمد، بطل قصة حقيقة النهاردة تيجو نسمع القصة ونشوف أحمد بعث لنا قول لنا إيه اسمي أحمد وعندي 33 سنة شاءت إرادة ربنا أني أتولد عندي ظروف حركية حبستني في كرسي بعجل عرفت أني هفضل عايش بيه طول عمري ده غير شوية مشاكل صحية تانية الحمد لله رديت بيها وقلت كل اللي يجيبوا ربنا كويس في أسرتي أنا الولد الوحيد على أختين بنات عشت طفولة صعبة بسبب أن أبوي وأمي كانوا قافلين علي زيادة عن اللزوم كانوا بيخافوا علي قوي بحكم أن عندي ظروف خاصة لحسن أخرج لوحدي تحصل لي أي حاجة أو حد يرخم علي كان خوفهم من غير ما يقصدوا عامل زي الحصار لدرجة أن أول مرة أخرج فيها من البيت الوحدي من غير أبوي ولا أمي ولا حتى حد من أخواتي أو الجيران كان عندي 26 سنة متخيلين؟ بشكل مباشر أو غير مباشر كل اللي حوالي زرعوا في دماغي أن اللي زي مالوش أنه يفكر لا في حب ولا جواز يمكن عشان كده في مرحلة المراقة أخدت عهد على نفسي أني مفكرش في أي حاجة غير دراستي ومستقبلي وبس ولما زميلي كانوا بيتكلموا عن البنات اللي هم مصاحبينهم أو عايشين معاهم قصص حب كنت بعمل نفسي مش سامعة ولما كبرت شوية لقيت ابن الجيران اللي صغر مني بيكلمني عن البنت اللي مصاحبة وقتها حسيتني بحسده لأنه عايش أحسيس أنا ما جربتهاش كل ما لقي نفسي ضعفت وهشتاء للمشاعر دي أبدأ أفكر أنا ليه ما بحبش أو أتحب زي اللي في سني أرجع بسرعة وأقول ركز يا أحمد في مستقبلك وبس أنت يعني هتلاقي مين تحبك بلاش تعلق نفسك بحبال دايبة وترجع تتعب مش هتبقى عندك ظروف خاصة وكمان فاشل في دراستك على الأقل حاول تفلح في حاجة وفي مرة من المرات كنت في بيت واحد صاحبي بذاكر معاه لقيته بيفرجني على فيلم إباحي كانت أول مرة في حياتي أمر بتجربة زي دي وقتها حسيت بقى حسيس غريبة سرحت اتقصرت وفضلت في معاناة عشان أعرف أرجع أركز تاني في مستقبلي بس لقيت نفسي بعد فترة بحب أتفرج على الحاجات دي جدا وبسرح في خيال ملوش آخر وارجع بعدها أحس إحساس فضيع بالندم لإني من صغري وأنا متربي على التزام والصلاة أنا آسف أني بحكي لكم الكلام ده بس أنا بحكيه عشان تعرفوا مشكلتي وتحاولوا تساعدوني أحمد أنا محترمة صراحتك جدا حتى لو أنت كنت بتحكي حاجة ما تنفعش أو ما يصحش أنه تتحكي بس طلامة من باب الندم وعايز أنك تبقى أحسن عايز أقولك على حاجة كان ممكن دي يكون بيساعد اللي حوالينا كلهم أو بتعلم غيرك حاجات كتير كل خبراء علم النفس قالوا أن الأفلام دي فخ ملهاش أي دعوة بالواقع تعالوا نكمل رجعت أركز تاني في دراستي ومستقبلي ودخلت الجامعة وفي الجامعة اتعرفت على بنات كتير كنت بيتعامل معهم كلهم على أنهم زي إخواتي وهما كمان الحمد لله كانوا بيحترموني وبيصقوا فيه وعمري ما خيبت ثقتهم فيه إلا زينب كانت بنت جميلة ومحترمة وطيبة من أول ما شفتها حسيت بقى حسيس جميلة عمري ما جربتها قبل كده ولقيتني مركز معاها هي بالذات وكنت كل مرة أشوفها ببقى مش عايز أسيبها ولما بتسيبني وتروح كان بتفضل روحها معايا ما بتفرقنيش كنت ببصلها وأسرح زي ما أكون في حلم ومش عايز أصحى لما طلعنا رحلة سوا دي كانت أول مرة أطلع فيها رحلة وأنا في الكلية ما كنت تششايف غيرها من ساعة ما شفتها لقيت جوايا طاقة جبارة لمذاكرة واني يبقى إنسان متفوق وناجح عشانها لحد ما خلصت الامتحانات وحضرت حفلة التخرج وفي الحفلة كنت عمالة بوصلها وأنا عايز أسرخ بعلوة صوتي وقلها أنا نجحت عشانك وبعد ما تخرجنا بعدت لها طلب صداقة على الفيسبوك وهي قبلته كلمتها على الماسنجر صرحتها بمشاعري ناحيتها واني أول مرة في حياتي بحس الأحاسيس دي فقالت لي إنها مقدارة مشاعري جدا وبتحترمها بس هي مش بتفكر في المواضيع دي دلوقتي مش بتفكر غير في مستقبلها ونوية سافر تشتغل بارا مصر مع باباها وعدى وقت ولقيتها لسه مسافرتش استمر التواصل بيننا عن طريق الإنترنت عشر سنين طول السنين دي كنت بشتغل على نفسي إني أتعلم مهارات جديدة بكافح وعافر عشان أكون نفسي وأكون كمان جدير بيها كنت عايزة حقق نجاح كبير قوي يخلي أي حد ينسب النجاح ده الظروف الخاصة اللي عندي وخصوصا إني اتأكدت مع السنين إن الجواة ده لا يمكن يكون إعجاب عادي لأ ده حب كل اللحظة بيجبر ويزيد وإنها الوحيدة في العالم ده كله اللي بحلم بيها كزوجة بتخيل حياتي معاها اشتغلت في شركة القطاع خاص في خدمة العملة لمدة سنتين بس بعد كده الشركة أنهت عقدي بحجة عدم تحقيق تارجت وفضلت بعدها فترة فيش في دماغي غير إني ألاقي شغل عشان أكمل وأكون مستقبلي وأثبت نفسي وأرتبط بالإنسانة الوحيدة إلى مشاعر يتحركت ناحيتها طب بقولك يا أحمد طول السنين دي كلها ما تقابلتوش تاني خالص غير في حفل التخرج كل الكلامكم عن إنترنتو بس احنا لازم نفهم تعالوا نكمل شفتها مرة واحدة من بعد حفل التخرج وكل كام يوم كنت بكلمها على الماسنجر وكانت شغلة تفكيري لدرجة أنه لما ربنا رزقني بعمرة دعيت وأنا في بيت الله الحرام أنها تكون من نصيبي وإسمتي ولما كان بيحصل معايا أي مشكلة أو بفكر في حاجة ومش عارف أخذ فيها قرار كنت بكلم معايا وهي الوحيدة اللي كنت بارتاح وأنا بفضفض معايا عن مشاكلي وهمومي دايماً كنت بلاقي عندها الحل والراحة والأمان ولما كانت في حاجة حلوة بتحصل لي كنت بجري عليها وأقول لها وأنا فرحان زي العيل الصغير والأول مرة في حياتي فكرت أن يكون ليا سكن خاص بيا بعيد عن شقة والدي اللي اتربيت فيها وبعد شغل كتير قوي وتحويش وجمعيات حجازت شقة من شوع الإسكان الاجتماعي وقربت خلاص استلمها كنت مخطط أول ما استلمها أروح أتقدم لها لكن من أربع شهور بالزبط دخلت على الفيسبوك لقيتها كتبة أنها تخطبت حسيت أن روحي تسحبت مني حسيت أن العالم انتهى الدنيا سودت في وشي دخلت في حالة اكتئاب صعبة جدا بقيت ببص بصورتها على فيسبوك ولاي نفسي ببكي كل شوية أسمع أغاني حزينة وأنهار من العياط أحس برعشة في قلبي وجسمي أنا فكرت يا سالي أن أبعت لها رسالة على الماسنجر أصرحها فيها بمشاعري وأنها من وقت ما قالتلي أنها مش بتفكر في الموضوع ده وأنا بقى ما بطلتش تفكير فيها وأني اضطريت أسكت وما تكلمش وزن عليها عشان ما تبعدش عني مش قادرة أتخيل أبدا أن دي تكون النهاية أنها هتكون لحد غيري مستحيل حد يحبها قدي ولا يخاف عليها زي أنا حاسس أني بموت ومش قادرة أقعد ساكت قولولي أعمل إيه قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة أحمد رسالة على قد ما فيها أنه حد موجوع وزعلان على قد ما دتني أمل أنه لسه في الدنيا ناس عندها قلوب حلوة قوي كده الناس بتعرف تحب حب حلو حب نظيف حب ما فوش أي مصلحة حب زي بتاع أيام زمان اللي كانوا بيحكوا عنه بس يا طارى بقى الحب لوحده كفاية والسؤال الأهم إيه الحل في حالة زي دي يعني لازم نحس بيهم لما يكون عندنا في البيت لازم نشوف المشاعر دي ونبقى مقدرينها ولا هما ما لهمش حق في الحب ما لهمش حق إنهم يحبوا ويتحبوا ويعيشوا حياة حلوة نفرح بيهم بس وهم أبطال طب وحياتهم التانية حياتهم الخاصة دورنا إيه بقى هنا أسئلة كتير قوي وصعبة في قصتك يحمل